موسيقى السلام عليكم كفتة الحاتي زي ما الكتاب بيقول ازاي تطلعي طريقة ومتمسكة احلى كفتة تكلية في حياتك الطريقة دي هتحللك كل مشاكلك مع كفتة ومش هتبطل تعمليها بعد كده من غير راغي كتير يلا بينا نقول الطريقة والمقذير اول حاجة هنا معانا كيلو من اللحمة المفرومة ومعانا بصلتين فرمتوم كويس ونزلت عليهم بمعلاقة من الملح عشان ننزل المية بتاعت البصل تمام هنا حطيت البصل على اللحمة وهنزل بالبهارات بتاعتنا معانا ملح وفلفل ورشة من جسط طيب ومعانا بوهارات الكفتة لاما تجي بيها جازة لاما عند اي عطار متوفرة يعني ونزلت بيهم في الخلاط لو عندي كانت بلند بتاع عفوا اللي هو كيتشن ماشين عايزة اضرب فيهم لحد ما اللحمة الانسجة بتاعتها تتمسك كده الانسجة بتاعتها تبان معانا ده اللي مش هيخلي الكفتة بتاعتنا ده اللي هيخلي الكفتة بتاعتنا ما تنزلش من على السيخ او الشيش اللي هتبقى متماسكة معانا كده شايفين عايزينها بالمنظر ده ده من سر نجاح الكفتة تمام كده هسيبها بقى شوية تتشمع في التلاجة هنا سبتها شوية تشمعت في التلاجة هجيب بقى مية البصل اللي نزلت من البصل وحطيت عليها معلقة من السلسة وهنبدأ بقى نصبع الكفتة خلة بقى من بتاعت الشيش طوق عندك اللي هو اسيخ الشاوي عصايا خشب اليد بتاعتها اي حاجة اي حاجة متوفرة عندك اعمليها تمام هنبدأ بقى ونصبحهم نجيب حتة من الكفتة كده ونبلق دينا بالمية البصل اللي احنا حطينا عليها السلسة ونبدأ كده نطبع زي ما احنا شايفين كده صبع الكفتة الصبع معانا زي الفل ولا بينزل ولا بتحرك ولا بتفرول وهتشوفها الوقت وهي على الشواية متماسكة زي ده عشان احنا ضربناها كويس في الخلاط والانسجة بتاعتها بانت معانا شايفين مهما حرج فيها ما بتنزلش من على السيخ كده خلصت الكمية بتاعتي انا هشويها النهاردة بقى على الفحم وممكن تعمليها كده وتدخليها على الفرن او على البتجاز هنا انا ولعت كام فحمية على البتجاز وحطتهم في الشواية وحطيت فهم شوية من الفحم واعدت هوا عليهم او لو عندك مروحة تحطيها وقدمهم الفحم كلها هيولع وتبدأت شوي هنا انا رسيت الكفتة والحطة البيضة دي دي لية خروف دي اللي بتخلي الريحة فضيعة دي اللي الشرع كله يعرف انك بتشوي بقى وبدأت بقى اشوي تمام وتقلبي بقى طول ما انت قاعدة تشوفي الشوط تقومي ايه قلبها على التجاه التاني الريحة كانت تحفة تحفة هنا بقى قطعت بصل وفلفل برضو يتشابوا وهسيبهم بقى يتشابوا وارح اعمل بقى الرز معانا هنا حل على النار حطيت معلقتين من الزيت ومعلقة من الزبدة وبصلايا مبشورة رفاية خالص وهبدأ ايه تتبل كده على النار وانزل عليهم ده نص كيلو من الرز البسمتي غسلته نقعته ساعة هبدأ بقى اشوح الرز مع البصل كده ومش هنزل بقى ولا بورق لوري ولا حبهان ولا اي حاجة من دي يدوبك هو فلفل اسمر وهنا ازعفران بس عشان اللون وملح ومكعب من المرأة ودي كاري بس كده وهنشوح البهارات دي مع الرز وهنسقيها بالمية وانسابها تستوي بقى ده الرز اللي بتعمل مع المشاوي شايفين لون الزعفران حلو قوي على فكرة بيبقى بنككركم بس انا بحط دودة تمام كده هنسيب بقى الرز يتشرب ونعمل بقى طبق الصلطة صلطة الحاتي بقى الصلطة بتاع الحاتي اللي بتشوفيها بتبقى الخضار بتاعها متقطع كبير وما لازم يقطعوه كبير عشان طبعا هي بتقعد معاهم من الصبح مثلا لبدليل عشان تستحمل انا هنا قطعت خيار وطماطم وبصل وفلفل وحطيت كسبرة ممكن تحطي بقى دونس شبات زي ما انت حابة يعني كل واحد ورغبته والتركاية بقى ايه مكعبات التلج هي اللي بتخلي الخضار معاكي فرشي كده واخضر وجميل وحطين معلقتين من الطوم وملح وكمون وكسبرة ومعلقة من البابريكا ولو عايزها سبيسي بقى حطي يقرني شطة بقى تبقى فزيعة وبس هسابها بقى شوية مشاوي بقى وكفتة يبقى طحينة الطحينة عملتها معكوا قبل كده طحينة وفصين من الطوم وشوية من الخل وعصير لمونة وشوية من المية وملحه وكمونه وبس وجهزت معانا زي ما انتوا شايفين كده عما انا خلصت بقى كانت الكفتة اتشوات والرز الشرب واستوى نعمل لهم بقى سلفز كده محترم زي اللي ببقى في المطعم اللي هو طبق المشويات الكبير ده هنوزع بقى الرز شايفين منظر الكفتة بعد اما اتشوات فزيعة فزيعة وكان طعمها خرافة بجد جربيها واتدعيني الطبق ده هنفق معاك في عزومة في اي مناسبة حلو جدا ويا سلام بقى على صباح كفتة كده في رئيف فينو ومع طحينة انا جعت ورصيت بقى البصل والفلفل اللي تشوى وده طبق السلطة ودي مية السلطة اللي بيسموها الويسكي والطحينة وبعش حياتك بقى تقومي ايه؟ ضربة صباح كفتة في الطحينة ومع علاقة سلطة يا سلام تجيبها شفين وكده وتقومي ايه؟ الظرفة بقى كده صبعين كفتة وشوية تحينة يا عيني شايفين بقى؟ هذا صبع الكفتة وفي الطحينة وعلى البقى على طول جربي الوصفة دي وبجد اعتدعي لي كفتة في منطقة الجمال زي ما الكتاب بيقول بالزبط وبس وصفتنا النهاردة خلصت ولو عجبكم الفيديو ياريت تعملين لايك وشير وسبسكرايب على قناة كوكوز لنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة